السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي نتكلم على موضوع مهم جدا وهو موضوع التقسيط التقسيط مفهوش حاجة مش حرام ليه؟ لان انت بتروح تشير من الباع بتقول له مثلا حاجة دي كان بميجينة انت بخد الميجينة هي خشرتها فور وممشيت فهو بياخد الفلوس دي ويشتري بها بضاعة تاني يوم وهاكسا فعجلة الباع وشيرها بالدور انما لما اقول لا انا مش معاه فلوسها هقصتها فالعجلة بتقف تعطل شوية فلازم يقول لك مثلا خدها بمية وعشرين مدام تقسيت وكل شهر الدينة مثلا عشرين فدي من ناحية تحالي الحرام مفهاشها خلص لكن في حاجة مهمة جدا ان انت ما تشتريش حاجة ما تدارش على دفع 8 فوري يعني انت في امكانياتك ان انت تشتري العربية بس اسطتها ماشي انما لو انت مجرب ان انت دفعت كل اللي هتحوشه لمدة 5 سن قدام في العربية قيمتها بتقل جامد يعني انت بعد مش شاريتها قيمتها قلت تمام موبايل برضو هتقيمته هتقل وانت بلسه مستمر في ان انت تدفع الاصاب بتاعته موضوع التقسيت بيسهل ناس كتير جدا ليقول لك ايه والله انا مدفع كل شهر من جنيه من دين جنيه بس مفاجأ ان انت السيطات بيسهر عليه ومفاجأ ان هو عليه ديون وناس كتير جدا بيحصل لها مشهر كتير جدا وبتستجن بسبب حاجة زي كده امريكا عندهم المشكلة دي حاجة اساسية يعني حتى في القصص المصورة زي قصص بطوت بتلاقي بطوت اصلا طول الوقت عاطل ما بيشتغلش ومع ذلك عنده بيت كبير ده اللي هو الحلم الامريكي عنده بيت كبير وعنده 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 وما بشتغلش منين بدناهو بيوضي قصصة وحاجات زي كده البلوك بتقولك والله يتلاقي حد بيقولك خد الكارت بتاع البنك خلاص اتا كده معك تقدر تسحب على المخشوف ووقت ما تحب وتبقى ترجع ووقت ما تحب ولو رجعت قبل شهر ما بيش تخصمه منك بس لو اتأخر هتبدأ تدفع في الوسود وريبة وحاجات زي كده فلازم تبقى حريص على فهم النقطة معينة انا اقولك حاجة كل الناس اللي هي بتاعة درس تجارة هتقول لك كلام ده غلب بس اركز معي ووفا من اللي انا بقوله واسبك من الكلام اللي هما بيدرس في كل التجارة عندنا حاجة اسمه اصول وخصوم تعريف اللي انا اقوله ده غير اللي بيدرس في كل التجارة الاصول ان الحاجة هتجيب لك ربح يعني اشتريت عربية وشغلتها اوبر فبتجيب لك دخل كل شوية فده اصل فانت كانت تستفيد انما لما تشتري حاجة وكل شوية قيمتها بتقل سواء استهلاك يعني لو اشتريت عربية يعني حديثة واخر موديل ومحاتش تجيبها قبلية ومجرد ان انا مشيت بها متر واحد بس في الشارع قيمتها نزل لجامت فده بتعتبر خصوم يعني انت بتشريها اي نعم بسببها وكل حاجة لكن هي بتعتبر خصوم بالنسبة لك فانت لازم كل شوية عشان تبقى من فاة الناس اللي بتفكر بالتفكير غني لانت تدور على الحاجة اللي انت تشريها تبقى اصل بالنسبة لك وتجيب لك فلوس تمام التنبيه ما تشريش حاجة انت بتقدرش تشريه فوري لو انت بش معك تماناكيش ما تشريهش انت هتعتقد ان ده ميزة كبيرة وتسهيل وتطول الحياتك بس ده فخ وانت هتشيره مبال هتدفع فلوسه مرة واحد خلصت انما لما تدفع است كل شوية وانت عمالة L وانت عمالة تدفع في است بتاعه وممكن ما تقدرش فترة من فترات فتلاقي نفسك بوسط الازمة وانخفاق نمط العملة وزات الاسعار والحرب بتاع اوكرانيا والحاجات ده كلها لها نفسك مديون وعليك التزامات ومش قادرت تسددها وعندك مشاكل كترة جدا وتعترف في فسائية فما تشتريش حاجة است انت متقدرش يشتريهكش اشتركوا في القناة